جبناها الحظائر على راس كل بقرة رشاش مي بارد إذا راس البقرة يبرد هي ترتاح كل بقرة تشوت بالمغطس مع التحقيم يوميا موسيقى كلاسيكية من الطراز الأول لأنها تحلب أكثر لما تسمع موسيقى مشروع الأبقار اللي بالكوت هذا من صالة مشاريع التنمية الكبرى كان رئيس التنظيم الله يرحمه أستاذ عدنان حمداني وزير التخطيط نعم ورئيس لجنة مشاريع التنمية الكبرى في زيارة كان بيها هو هو رئيس الجمهورية إلى يغسلافيا شافوا مشروع الأبقار عندهم وقال أريد مشروع مثل هذا في العراق بالوقت اللي كانت مشاريعهم بناياتهم كلها طين من طين لكن الأبقار ما لهم تنتج حليب وأشرة أو خمسطحش نوع من النوع الآيس كريم تغذي مدينة بلغراد بالكامل بحدد قليل من الأبقار فنحن أريدنا أن نسوي هذا المشروع بالكوت وسويناه وصارت لجان مدنية وكان لجنة للطرق ولجنة للكهرباء وأيضاً أنا يكون عن الماء والكهرباء يعني البنى التحتية جبنا ستمائة بقرة فريزين هولندية لأول مرة تدخل العراق وهذه الفريزين كانت بوقتها حساسة يعني مو مثل هذه الفريزين بالطين تمشي نجبناها الحظائر على رأس كل بقرة رشاش ماء بارد إذا رأس البقرة يبرد هي ترتاح كل بقرة تشوت بالمغطس مع التحقيم يومياً موسيقى كلاسيكية من الطرق الأول لأنه يتحلب أكثر لما تسمع موسيقى صحيح؟ نعم وكان الرهان أنه إذا جابت ما أعرف مئتين لتر أو أكثر يأخذونهم مكافأة اليوغسلاب وإذا أقل يتغرمون نجح هو المشروع بحد ذاته؟ هو ستمائة بقرة وعلفين رأس غنام إجوا وزراء يعني دمروا للمشروع أولهم كان الله يرحمه ما يمكن ما أعرف ماذا عزة الدوري وزير زراعة فعزة الدوري قال آبا إذا أنتوا تربون الفين غنم لحد هذا الراحب الجزيرة شي سوي خلوه خمسمية اللي أخي جاء قال هذا مشروع زراعي صناعي يعني الحليب اللي ينتج معه معامل ممكن يتحول إلى منتجات إيه منتجات قال عليش موعدنا مشروع أبو غريب ما الحليب نوديه ناكا يا أبا ما يصير يعني أنت السطول تنكراتي راد لك أولا طاقة هذا المشروع ما تكفي الحليب ما يوصل سالم إلى إلى أبو غريب أبدا الستمية صارت ميتين جاء الله قال إزين إذا بقر ما بقى وخرفان ما بقى زراعة علوش عليش نزراح قلل له الزراعة وهكذا إلا ندمره واتصور بيت دونية اشتره ما تبقى منها وراح ندثر بأخطاء من الوزراء بريد